انتظرها العالم في قلب الكيان فأتت على الشريان الذي يزود العالم الصناعي بثلثي الانتاج النفطي وبضربة على العنق أطبقت إيران على مديق هرمز الممر الملاحي الأديق في بحر العرب ومعبر النفط الإلزامي إلى العالم الخارجي وفيما التوقيت كان مضبوطا على ساعة الصفر مع استنفار حكومة بن يمين نتنياهو بمجلسيها السياسي والحربي وجناحها العسكري والأمني كان لإيران زمنها المناسب في المكان غير المنتظر ومن حيث لم يحتسب الإسرائيلي قامت قوة كوماندوس من الحرس الثوري الإيراني بإنزال على سفينة شحن عائدة لشركة زودياك المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عفر استولى الحرس الثوري على السفينة واقتادها مع طاقمها المؤلف من 25 شخصا إلى المياه الإقليمية الإيرانية وإذا اعتصمت طهران بالصمت ولم تصدر أي بيان رسمي يكشف أهداف العملية وما إذا كانت ردا على ضرب قنصلية دمشق أم أنها جزء من الرد سارع الاحتلال الإسرائيلي بفرعيه الإعلامي والسياسي إلى التهديد محملا إيران العواقب إذا ما اختارت المزيد من التصعيد وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن طهران نفذت عملية قرصنة ويجب فرض عقوبات عليها في تشريح العملية قرأت بعض التحليلات أنها شكل من أشكال الرد إذا ما أرادت طهران تجنب توجيه ضربة مباشرة إلى إسرائيل قد تستدعي انفلات أمن المنطقة واستدراجها إلى حرب شاملة وهو ما دأبت الجمهورية الإسلامية على التأكيد أنها أكثر طرف إقليمي لا يسعى إليها بتوافق ضمني ورسائل غير مباشرة مع الأمريكي وبعض التحليلات رأت أنه إذا اقتصر الرد على اختطاف السفينة فإنه لا يرقى إلى مستوى الضربة التي تلقتها في دمشق وعلى ما تقدم فإن الثابت حتى اللحظة هو أن إيران وجهت رسالة ردع قوية اللهجة على صفحة مديق هرمز شكلت مع الطوق البحري المفروض من باب المندب حتى رأس الرجاء الصالح كماشة على حركة الملاحة الدولية المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي وفي حركة الملاحة السياسية زيارة من الراعي الحكومي إلى راعي الكنيسة المارونية طمأنه في خلالها كما طمأن الغيارة بأنه ليس من هوات السلطة لكن الاعتكاف فليس هو الحل قائلا سنظل نتابع للحفاظ على كيان هذه الدولة من دون أي انتقائية أو استنسبية بينما البعض يحاسبنا بانتقائية وأعلن ميقاتي أن الأولوية حاليا هي لموضوع النازحين كاشفا عن اتصالات يقوم بها للحل وقال أن هذا الحل يبدأ باعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة لنقوم بترحيل السوريين الذين قدموا إلى لبنان تحت عنوان لاجئين وعن الآلية كشفت أوساط حكومية للجديد أن ميقاتي ينتظر قرارا من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء المقبل يتخذ أهمية القرار الدولي وسيضمن وضعية المناطق التي أصبحت آمنة للعودة إلى سوريا علما بأن كل من فرنسا وألمانيا ما زالتات عارضان مثل هذه الصيغة على أن تكون خطوة الاتحاد الأوروبي هذا توطئ لمؤتمر مستقبل سوريا في السابع والعشرين من أيار المقبل وقد حشد هذا المؤتمر العام الماضي دعما ماليا للسوريا من تعهدات بروكسال إذ أقر لها 9 مليارات و700 مليون يورو للمساعدات الإنسانية والتنموية ولبنان لم يحصل من هذه المليارات إلا على تجاوزات النزوح السوري وعمليات السرقة والقتل وتهديد الأمن الاجتماعي فيما البلديات تلعب دور المتفرج من نون القيام بإحصاءات أو عمليات ضبط وبعضها يسلم أمره ودوره للجمعيات ومنظمات الأنجي أوز التي تقطع أرزاقها إذا ما عاد النازحون إلى سوريا والحل هذه المرة جاء حكيما من الحكيم إذا اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لبنان وفقا للقانون الدولي ليس بلد لجوء وتطبيق القوانين على أرضه هو قرار سيادي ليس بحاجة للتباحث لا مع المفوضية العليا للاجئين ولا مع الجمعيات المنبثقة من الأمم المتحدة ولا مع أي جمعيات دولية أخرى تعنى بالشأن الإنساني ترجمة نانسي قنقر